مضاعفة عدد زوار حديقة الحيوانات والتسلية بسبع مرات ورفع رقم أعمالها السنوي لما يفوق لـ 11 مليار دينار جزائري يهم الاهداف المرجوة من مشروع عادة تهيئة والتجديد هذا المعلم السياحي الذي عرف تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية نسف 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 نفس تتجئد عن أن تناسب فوق العدارة والتجديد نسف 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 نزه نسف نناسبة لكي سب announced سنسف نسف 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 نتعام قد نزف نسف نسف نحن نقوم بس نسف نسف؟ مرة أم الض argيس، نسف نسف نحن من خليز لدينا المشروع الذي سيكلف شركة الاستثمار للفندقة 59 مليار دينار جزائري سيسمح بعد 30 شهرا ببعث الحياة من جديد في هذا الصرح السياحي الذي لن تتعدى حقوق الدخول إليه المئة دينار جزائري هذا أقوى ومجب تجربة الحياة مليار دينار جزائري شركة الاستثمار للحياة يفضل معانسية اجراء التحديد من خلال افلقه ويهدئت دعون افلقه داينبنيان 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 يجيب يسنت تشاركاً ومن خلال اسلامه إعادة التهيئة والتجديد حديقة الحيوانات والتسليم بن عكنون واحد من أحدة مشاريع شركة الاستثمار للفندقة الرائدة في مجال إنشاءها يكل السياحة والفندقة بالجزائر اشتركوا في القناة